موسيقى الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فيقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز متحدثا عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجعين والأنصار للفقاء المهاجعين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يمتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله وعسوله أولئك هم الصادقون ونزق هنا أنموزجين من هذه النماذج ما كان من الصحابي الجليل صهيب بن الرومي قادي الله عنه عندما عاد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم مهاجعين فتصدى له المشركون من أهل مكة وقالوا يا صحيب لقد جئتنا فقيرا سعلوكا لا مال لك والآن تريد أن تخرج بمالك إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنواة والله لا يكون ذلك فقال لهم والله إنكم لتعلمون أني من أضابكم بسيف وأماكم بسح أما إذا آدتم المال فهو لكم فأخذوا المال وطاكوه فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدم عليه المدينة نظى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عابح البيع أبا يحيى عابح البيع أبا يحيى وأحد الأعراب قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أهاجع معك يا رسول الله فأزن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجأة فلما هاجى ضجل في يوم من الأيام جاءت مغانم للنبي صلى الله عليه وسلم فقسم للرجل قسما جعل له حظا من العطاء فذهبوا به إلى الأعرابي فقال ما هذا قالوا هذا قسمك هذا نصيبك أعطاه لك النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إليك فقال بنا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن بعضهم أن الرجل قد استقل أعطاءه فذهب الرجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما على هذا اتبعتك ولا على هذا بايعتك ولا على هذا هاجرت معك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما بايعتني إذن وعلى ما اتبعتني وعلى ما هاجرت معي فقال له الأعرابي بايعتك على أن أهاجر معك فأقاتل معك في سبيل الله فأرمى بسهم منها هنا وأشار إلى موضع من عنقه فأرمى بسهم منها هنا فأقتل في سبيل الله فأدخل إلى الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق فما لمسوا غير قليل حتى كانت إحدى المواقع التي ضارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جهة وبين مشركين من جهة أخرى وعقب انتهاء المعاكة أتي بالرجل محمولا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ أهو هو؟ أي أهو ذلك العربي الذي قال أقاتل فأرمى بسهم منها هنا فأقتل فأدخل إلى الجنة قالوا هو هو يا رسول الله فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد السهم قد أصاب الرجل في المكان الذي أشع إليه عندما قال أرمى بسهم منها هنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه قائلا اللهم إن عبدك هذا خارج معي خارج مهاجرا يبتغي مرضاتك طالبا الشهادة في سبيلك اللهم إن عبدك هذا خارج مهاجرا يبتغي الشهادة فمات شهيدا أنا عليه شهيد اللهم إن عبدك هذا خارج مهاجرا يبتغي الشهادة فمات شهيدا أنا عليه شهيد أي شيء أعظم من شهادة سيد رسول الله عندما يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فيقول إن عبدك هذا خاج مهاجع يبتغي الشهادة فمات شهيدا أنا عليه شهيد فضل الشهداء ومكانة الشهداء صدقوا الله فصدقهم الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فانسأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فعاشه وكان صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعطي أناسا إني لأعطي أناسا وغيروه أحب إلي منهم أكلهم إلى إيمانهم منهم عمر بن تغلب فكان سيدنا عمر يقول ما أحببت أن لي بكلمة عسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هما دعم صدقوا الله فصدقهم الله للفقاء المهاجعين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون نسأل الله أن يحشعنا مع الصادقين وأن يجعلنا من أهل شفاعة سيد المهسرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته